بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر فور بارت ناين بار كاتوف بوينت قبل ما نحدد البوينت اللي حنعمل فيها كاتوف بنقول ليه احنا بنعمل كاتوف لو انا عندي كاميرا كونتينوس بالشكل دوت وده توزيع المومنت اللي عليها او الابلايد مومنت زي ما احنا شايفين ان المومنت هنا القيم بتاعته بتتغير بيبقى ماكسيمم في قيمة بعد كده بيقل لغاية لما بنوصل في نقطة بيحصل فيها انفليكشن طيب انتعال نبسط الموضوع شوية لو انا عندي كاميرا بالشكل دوت والكاميرا دي عليها مومنت اللي هو ام يو وصممنا ولقيت نفسي محتاج خمس اسياخ فاي 16 فمش منطقي ان احنا نحط الاسياخ بتاعتنا من بداية الاسبان لنهاية الاسبان هل معقولة همشي الخمس اسياخ دول هم خمسة فاي 16 هيبقى الناحية الاقتصادية هنا مش افشنت معايا لان انا السيكشن اللي في النص ده بس هو اللي محتاج فيه كامسيخ خمسة طب ما انا احط مومنت او المومنت اللي عندي دوت اشوفه كام وابدأ اشوف اللي ستيل اللي انا محتاجه في النقطة دي بتسوي كام على سبيل المثال انا ممكن امشي ثلاث اسياخ وفي سخين تعمل فيهم كاتوف يبقى في الحالة دي انا وفرت فيه كمية الحديد اللي عندي الجزء ده بدل ما كان هيبقى فيه خمس اسياخ لا بقى عندي كام بار ثلاثة بار طبعا الكاميرا دي مش كاميرا وحيدة لان الكاميرا دي بتتكرر عندي فيه المشروع وبالتالي كمية الوفر هنا هتبقى كبيرة جدا لو انا عملت كاتوف النقطة اللي انت حتقطع فيها بنقول بار اللي هو المثال اللي لسه هايلينه دلوقتي ان انا عندي كاميرا الكاميرا دي يد فيها حديد الحديد ده ماكسومم في النص مش محتاجة ماشي كله هماشي جزء منه وبالتالي الجزء دوت بقى اديوكت ليه عشان المومنت هنا القيمة بتاعته بتبقى صغيرة بمعنى انا عندي سيكشن في النص عليه مومنت طب الحديد دوت حيمشي مسافة دي عالاقل مسافة دي اهي ادي دي ليه تو ديفلوب البار فورس اد ذات سكشن يبقى احنا نخلي بانا ما نقطعش في المناطق اللي فيها هاي شير فورس ليه لان ده هيعمل سترس كونسنتريشن وبالتالي يؤدي الى حدوث كراكين كود سبيسيفايد كونستراكشن ريكوين جود براكت بمعنى الكلام دوت انك لما بتقطع الحديد طبقا للكود الكلام دوت بيبقى يؤدي الى جود براكت في عملية الكونستراكشن اللود وده بيحصل في حالة السيزميك كونسودوريشن بنتكلم هنا في الاخر ان احنا الدزاين بتاعنا ممكن يبقى سيمبل في حالة الكونستراكشن لو انا حفظت على ان الكاتوف دوت يبقى مينيمم